سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه حب في يوم من الايام يعلم الناس اجماع الخوض في الاعراض مش شيء سهل الخوض في الاعراض مش شيء بسيط انا بتكلم بقى على الناس الصحفيين انا بتكلم على الناس الاعلاميين اللي ممكن في يوم من الايام يجيبوا شيخ من المشايخ او داعية من الدعاء الى الله عز وجل ويقطعوا في فروته او يجيبوا اي حد في المجتمع ويبقى دا الترند ازاي نقطع في لحمة هذا الرجل هتقولوا اي ربنا سبحانه وتعالى في مرة كنت بفسر القرآن في مسجد سبحانه وتعالى كنا مشيين في تفسير القرآن صورة 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 كده لحد ما وصلت الى صورة الانفال وانا بفسر صورة الانفال اللي هي كانت بتتكلم عن غز البدر وفاجأ مثلا بعدها بيومين ثلاثة ان الدنيا مقلوبة الدنيا فعلا مقلوبة والدي وقرايبي بيتصلوا علي ايه اللي انت عملته دا واتصارت من كذا جهات حكومية ومشاكل وشغلي مشاكل خير يا جماعة في ايه قالوا انت مقرأتش جورنان كذا النهاردة بتقولوا لأ ايه طب هتوا بصرحة والايد الصحابي بدأوا يبعتولي حاجات على الوطس ويبعتولي حاجات فقالوا مش فاهم في ايه وافاجأ ان احد الصحفيين منزل فيه مقال شيخ في المنصورة بيعلم الناس الجهاد وتوزيع الغنائم وتوزيع الانفال وبيعلم الشباب في المسجد كيفية الجهاد ضد الدولة انت مش متخيلين بس المنشط اللي حطه في بداية المقال بتاعه قالب الدنيا في المنصورة ازاي في كذا جهة حكومية شغلي انا كان فيه مشكلة كبيرة جدا علشان واحد في يوم من الايام يكتب منشطه هو كده وخلاص وبعد كده في النهاية قام الشيخ فلان الفلاني في مسجد كذا 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 بتفسير صوت الانفال وتعرض لاحداث غزوة بدر ويوم الفرقان التي ناصر الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومقال حط بس المنشطه من فوق كده المنشطه ده يودي ورا الشمس ليه ليه ممكن في يوم من الايام تقطع مستقبل انسان ليه ممكن في يوم من الايام تخرب بيت حد بكلمة انت ممكن تقولها وانت مش مقدر قدر هذه الكلمة الامر للكلمة خطير جدا عند ربنا عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس على مناخلهم يوم القيامة في النار الا من حصائد ألسنتهم كتير من الاوقات بيكون دخول الانسان النار وحذاب الانسان في النار بسبب كلمة في يوم من الايام قالها وللأسف لم ينتبه لها ولم ينتبه لمعناها ولكن الكلمة دي كانت اشد واقعا على نفسيات بعض الناس من ضرب الصيوف على اجسدهم الكلمة لها قدر عند الله سبحانه وتعالى وعايز اختم درسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفة امر الكلمة عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم فحاولوا دايما قبل ما تتكلموا بكلمة اعرضوها على الميزان يا ترى الكلمة دي هتتحط في ميزان الحسنات ولا تتحط في ميزان السيئات اعرضوها على الجنة والنار هل يطر الكلمة دي توصلنا للجنة ولا تكون للأسف سبب ان احنا نكب في النار يوم القيامة على وجهنا